في وضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن عمر الحلواني ازاك عمور كابتن اسلام اخبارك يا حبيبا كابتن كل كويس ازاي الفولة كابتن ماطش شايف ماطش البيرامتز ازاي اه 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 طبعا اه ماطش مهم جدا النادي لالي الفترة فاتت اه ماشي الحمدلله بخطة ثابتة النادي لالي اخر 12 ماطش كاسبان في الدوري وبرمز برضو كاسبان 14 فنادي لالفترة اخيرة عارف وعايز ا اه كابتن اسلام مركز جدا مستر كولر عامل روتاشن على اعلى مستوى كل اللعيبة بتقدي اللي عليها اي حد بيبقى احتياطي وبينزل زي عمر السلاية بينزل بيعمل اه فارق جامد جدا كل اللعيبة مركزة النادي لالي عنده اه تلاتين لعيب اه مميز تلاتين لعيب على اعلى مستوى مستر كولر في التمرين بيبان اللعيبة اللي مركزة هو بيدي اللعيبة حتى بتلاقي بيفاجئة نبي طهر محمد طهر ماتشي قبل فات بياخد مان وفزا ماتشي بقاله فترة ما كانش بيلعب الفترة فاتت بيلعب وبقدي على اعلى مستوى حسين الشحاد بيلعبه ماتشين وعجده احتياطي امام عشور الماتشي قبل فات كان مريحه الماتشي قبل فات بيلعب فانا شاف اللي فيه روتشن على اعلى مستوى اللعبة مركزة اللعبة دايما كابتن اسلام لعبة نادل اهل بالاخص بيحب يلعبه تحت ضغط فانا مش عالان اه من الماتشي بتاع برمز بالعكس ا انا شاف اللي اهل بتعود على كده اكتر من موقف اللي اهل بطل الدور اللي اهل باطل افريقيا اللاعبه كله تبقى مركزة في المتشارة الكبيرة بتلاقي اللاعبه كبيره انا مش الام ماتشي اه برمز كافتن اسلام انا متأكد اللي اهل بيلماتش كوز جدا انادي اللي اهل هيبقى التفاصيل الزغارة بتاعت نصال كولر اكيد بيزاكر الفترة دي واللعبه كلها بتزاكر وعارفين اللي اهل ماتشي ده مهم جدا بالنسبة لهم فمحرركين ده يعني بنسبة ان شاء الله الاهل الكسب الماضي ده كبل اسلام هيبقى بنسبة سمعينين من ١٠٠٠٠٠٠. نحو انا وجهة نظري ان هذا كلم غير صحيح. لا. اعرفش ان هذا وجهة نظر ادي. لا يا دي الاهل لو كسب قام فرمدز لا معنويا هيبقى اعلى. معنويا او. وมاتشاط. في اربع ماتشاط ان شاء الله الاهل يقسبهم هيبقى فرق ابدا من هيبقى فرق نقطة هيبقى فرق اربع نقط فدا. طبعنا ا Lori اللي انت عايزه. اه طبعا. لكن انا من وجهة نظري دايما ان مثل هذه المباراة اه بتديك ارياحية معنوية. على نادي بيرامدز اللي هو المنافس دلوقتي اللي بتتنافس معاه. اللي بتتنافس معاه. ولكن في نفس الوقت انا بشوف ان لو كسبت هذه المباراة مش هتاخد الدولة. لا. لو قدر الله خسرت هذه المباراة مش هتخسر الدولة. لسه لسه بالنسبة لك لسه عشر مطشات تاري. انا معاك رتنسلان بس المطش ده لو كسبته. لا هيخلي الفرق ان شاء الله معد الاربع مطشات اللي هنلعبهم هيبقى فرق اربع نقط. فالموضوع هيبقى اه كويس جدا. معنويا الاهل هيبقى ان شاء الله راكب الدوري. معنويا هيبقى النادي الاهلي كسبان بيرمز اللي هو اول دوري دلوقتي وفرق بينه وبينه اربع نقط. اه حداشر نقطة وفرق بينه وبينه اربع مطشات. فانا شايفة كابتان اسلام المطش ده مهم جدا. لعبة النادي الاهلي المطش ده هيبقى اللعبة مركزة جدا. الماتش ده عارفين اللي ماتشو الاهل وبرمدز الفترة اللي فاتت بيبقى الماتشات ديبقى صعبة جدا. بس انا متأكد اللي اللعيب هتحطت في مواقف ده كتير جدا كابتن اسلام. اللعيبة بين اوي واخدين ماتشو بماتشو اللعيبة بين اوي اللي ها مركزة عايزين ياخدو اه تلت نقط بتلت نقط فبصراحة انا شايف الفترة اللي فات نادل اهلي يماشي بخطة سابتة. وانا شايف نادل اهلي الفترة الماتش بتاع برمدز هيعمل مطش آآ ان شاء الله كواس جدا بين حتى اللعيبة كنت بكلم مع معظم اللعيبة مبارح لأ مركزين او كابتن اسلام مركزين اوي لعبة كل واحد عارف اللي لي واللي عليه اللعيبة آآ حتى الاستشفى بيعملوه على اعلى مستوى كنت بكلم حتى مبارح لعبة كنت بكلمها هل احنا في الاستشفى يعني هنخلص و هنكلمك لو مركزين او في الموضوع بتاع الاستشفى موضوع بتاع التمرين جدا. اهم دلوقتي و ده كده لعبة بروفاشنا لعبة عارفة ايه و مركزين او اللي هما ان شاء الله ياخدوا الدوري و كسبوا المطش الجاى بازن الله. تقليمك لفريق برمدز? بوصة كابتن اسلام برمدز السنة ده عامل موسم استثنائي بصراحة يعني عامل موسم استثنائي عامل آآ يعني اللعيبة بدأت تحس اللي هي بقالها ثلاثة اربع سنين آآ بيقابي نفسه على دوري بس ما بياخدوش دوري بياخدو تالت آآ رابع آآ بيخشوا كونفودرلية بيخش في افريقيا السنة دي اللعيبة آآ عاملين ماتشات كويسة جدا وحسوا كمان المكسب بتاعهم كابتن اسلام حتى الناد الاهل ما كانش بيلعب معهم آآ في الدوري في توقفات عشان بطورة افريقيا فاللعيبة برمدز لعبة ماتشات الماتش خلاهم يكسبوا التاني التالت فحسوا اللي هما بيبقوا رايبين اللي هما ينفسوا عالدوري ما كسبه عشر ماتشات بعد كيس بوا حداشر في اتناشر فاللعيبة حسة اللي هي بقت موجودة بينها وبين نادي الاهل بقى فيهم نفسه عالدوري ونازي مالك بعد عن الدوري تماما فهي اللعيبة حسة بنفسها فانا شاف اللي السنة دي برمدز بصراحة عاملين موسم يعني مميز بالنسبة لهم يعني ممكن يكون سترسي ليهم يعني ممكن يكون الفاتر الفاتحك كم بكسبهم بشي واط عشان اعله مكنش بيلعب بوجهة نظري نادي الاهل كان بقى ملعب عفريقكنش موجود في الدوري فهي برمدز عامل يكسب ماتش واتنين وثلاثة واربعة لما نادي الاهل بلوقت عامل يكسب حط حط برمز جهو يتحط تحت سترس لما يبقى محطوط تحت سترس بيعمل مشكلة جمدة جدا لما يبقى محطوط تحت سترس بينافس على كل البطولات فانا شايف للنادي الاهلي في المطش ده او عكس بيرامدز خالص لا اللعب هتبقى مركزها مية في المية حتى الدافع بتاع النادي الاهلي هيبقى اكتر من دوافع بيرامدز كافتس بيرامدز 68 نقطة من 27 مباراة النادي الاهلي في المركز الثاني 57 نقطة من 23 مباراة فقط اربع مباريات فارق اعتقد ان دي ارقام لا ما حد يشوف هدي الارقام يعرف ان زي ما انت قلت ان الضغط بيمثل او ضد نادي بيرامدز اكتر من النادي الاهلي طبعا طبعا يا كابتن يعني هو قبل كده الاهلي ما كانش يبقى بالعب في الدوري فكان حوالي اكتر من 17 مارش الاهلي ما لعبههم مش هو البرامدز عمال يكسب ده طبيعي بس النادي الاهلي بيكسب كمان كمان اللي عجبني في نادي الاهلي فارق 11 نقطة فلما يبقى وانادي الاهلي كمان اشتغل بهدوق يعني بهدوق ماتش بماتش كل تشكيل كل الماتش ليه هدوق يتشكيل كل الماتش ليه اسلوب معين كل 3 نقط ماتش ده اللي بعد play بعد دها ادفع الماتش اللي بعد ي بدال اههم جزتacje 12 ماتش عامل اتوالي كابتن اسلام من النادي الاهلي اخر 12 ماتش من الاهلي كاسبانه زي بيرام تكاسبان حوالي 13-14 ولسه فيها عند النادي الاهلي 4 ماتشات جوlinear فالدوافع بتاعت النادي الاهلي انا بقول له كابتن اسلام يعانا هو واسط من يوم للإدمية النادي BIRomos ينزل يوم الجمعة لا متوتر فيه توتر فيه أول مرة تحطه في مواقف زياداء أول مرة ينفسه على دوري مع النادي الأهلي طول الوقت كان بنفسه هو والنادي الأهلي ومش فرق ابنه ثري ابنه حد فرق من السنة دي انادي فاتلاقييه طول الوقت تحت اسảلدي طول الوقت باسس النادي الأهلي مش باسس الحاد نادலلي باسل نفسه والماجkładه بيركز عل كل ماطش مادي برامز ان شاء الله يكسابه اللي بعدها باخد ماتشو بماتشو فانشاف اللي اللعيبة تبقى هاي للسنة دي. بس دول اكتر اتنين بالنسبة لها كبتل اسلام اللي اللعيبة بفرجع ماتشوات الدورة كلها. بس ميال ايه مسلا? هايل. بجي بوان. بس. اه. عنده اكشن. انا ماشي. بس بس تمام كابتل. بس ما بدي لكشن مستوى اللي هو كل ماتشوات. اه انا بفرجع ماتشوات كلها كبتل اسلام. لعبة بيرمز لعيبة. كلة على بعضها. لعيبة هايلة. بس انا بتكلم على اللعيب اللي بيديك كل ماتش تمانية وتسعة من عشرة مصطفى فاتح بيديك الشي بتلاقي لو جدت بسيط على تمانين في المية من نجوان بيرمدز اتلاقي الشي بيقول اللي عملها او مصطفى فاتح جايبها او عامل اسيستات بلعب جابها واحدة اه الاتنين دول بصراحة عاملين موسم استثناء بنسبة للبيرمدز وعملين حالة كل اللعيبة اللعيبة مميزة بس مش بنفسي الاداة ممكن الواحد يديلك ماتش سبعة من عشرة التاني ديك ماتش خمسة من عشرة مش بنفسي الاداة اللي هو يديلك اللي هما دول الاتنين الابرز الابرز جدا جدا بنسبة للبيرمدز طيب هل ده يتم مقابلته من النادي القليب ان انا نلعب يعني مثلا لو كريم فؤاد خلال الفترة الاخيرة هو اللي بيلعب في المركز الشمال يطلق تحديدا يا مصطفى وشيبي بصة كابتن اسلام يعني كريم فؤاد فترة عامل بصراحة ماتشات هيلة دفاعيا عشرة هو بيلعب ناحت شمال هو اصلا مش اشور بس عاملها دفاعيا كريم فؤاد مرة عليه اكتر من لعيب زي مصطفى فتحي وفي افريقيا ماتشات صعبة جدا فانا مش قلقاه من الموضوع ده بس التشكيل بتاع النادي القى لكابتن اسلام والشيبي برضو لعب مميز بس انت ممكن لكابتن اسلام بحسين الشاحات لو لعب لا الشيبي حسين الشاحات هيبقى لعب مميز عنده واحد ضد واحد جامج جدا الفترة اللي فاتت ما بينزل او بيلعب اساسي قبل الفترة ما نفزه ماتش الماتش الفترة لما نزل عامل فرق بين مشروطين انا شاف الحسين الشاحات الفترة دي فاق زي المشاهدين استاذ عصام مباراة للأهل وبرامتز الاول بس هو سؤال مهم جدا يقول لي مصلحنا لو ما كسبناش لقدر الله او حد تاني يقول لي لو كسبنا يبقى احنا خدنا الدورة نعم مفيش كده في الكورة ولا في منازلات الكبير بحجم النادي الاهل طبعا لانه في الاخر الاهل يلعب مجموعة مباريات يحصن منها نقاط وماشي في طريقه يعني طبعا امام منافس مخدوم بيجمع نقاط وكمان لكن وانت تحدث يعني طبعا عن الكبير الاهلاوي لازم تبقى حطت في بالك انه مع الكبار مفيش حاجة اسمها او اذا يعني اذا لم نفز ازاي يعني اكم من مرات فقد الاهل نقاط واستطعت عديل موقفه لانها منافسة في الاخر والاهل يلعب يعني بقدمه وعرق لعبيه وجهد ادارته ومعندوش حلول تانية يعني وبالتالي لا خالص الامال كلها تنعقد ان احنا نرد الرسالة ان جمهور النادي الاهل يكون متواجد يكون عنده هذه الثقة الدائمة في لعبته انه هما اللي عندهم الافريجي الاجبر ليه التواجد في ساحة مع المنافس الموجود حاليا واللي حتى منافسك التقليدي بيزكيه لغيابه وبالتالي لا المسألة صعبة الا بقى اذا انت يعني كمشجعة لا وهذه لا تحدث حتى واحد في المية بدأت تقوله احنا لعبتنا اد الكلام ولا لا ودي عمره ما تحصل من جمهور النادي أستاذ عصام في فكرة ان ما ينفعش دايما نربط الاهلي لو كسب او لاي لو خسر ايه لا يحصل ولكن المباراة فعلا المراد الاهلي بيواجه بيرامدز يمكن دي الاول مرة يكون يعني بيرامدز منافس للنادي الاهلي ووضع ان هو فيما يخص عدد النقاط وان البيرامدز يكون قريب لهذه الدرجة من النادي الاهلي وان المباراة نفسها يعني ان النادي الاهلي للأسف طبعا في فترة من الفترات فقدنا تقريبا يعني كان عندنا 12 نقطة نقدر نحسمهم ولكن خسرنا البنك الاهلي تعادلنا مع الجونة واسموحة وانبي فالنقاط دي خلت ان انت حتى برا قلت فيه 9 على أقل من الاثناشر يعني على أقل 9 نقاط من الاثناشر دول لو كنا خدناهم كنا نوصل للوضع الحالي اللي هو شبه الموسم الماضي ان انت لما خلصت افريقيا وبتكسب انت بتبعد لكن انت المرة دي الظروف خلت ان انت بتحاول ان انت تلحق بالمتصدر عشان خطر لخلص عدد ماتشات اكبر وكمان مرتاح فهنا ولكن خبرات النادي الاهلي زي ما قلنا كده زي ما بيرامدز عامل سلسلة انتصارات نادي الاهلي عامل سلسلة انتصارات فيما يخص عدد المؤرات العملية يعني البيرامدز لو كسبان 14 ماتش متتالي نادي الاهلي كسبان 12 ماتش متتالي حتى رقميا النادي الاهلي في امور كثيرة ابعد من بيرامدز رغم عدد ان فيه 4 ماتشات اقل فهدين نهارده لازل تتحط في الحسبان ولكن الدنيا مريحة معاهم خالص ويعني طلباتهم مجابة فالنهارده كل الامور دي ممكن تخلي ان الناس قلانة شوية وده قلق طبيعي ومهم ان هو يكون موجود الثقة الزيادة تبقى صعبة وكمان لكن في نفس الوقت مش معنى ان نقول ما يبقاش فيه ثقة زيادة ان انت تعطي المنافس اكبر من حجبه منافس جيد بيقدم كرة كويسة ولكن في النهاية النادي الاهلي عنده بعيدة عن خبرات والتاريخ والارث كمان في الملعب يبقى فيه جمهور فهنا عوامل كتير بنتقدر انه كان بترجع كافة النادي الاهلي في المباراة وعنده رقميا عدد المرات اللي قاعة لانه برضه جمهور الاهلي لازم ياخد باله انه الذي هو نفسك ليس امام يعني جوقة حوله الا ان هي تحاول تحاول توترك ما ظنش هتقدر يعني لانه في الاخر مرة حد قالك بعد اول مطرش لعب الاهلي قالك النبرة من زيدان الفريق الوحيد الذي لم يوزم الاهلي على طوال تاريخه وهو كان لسه اول موسم يلعب يعني عاوز يوترك فانت متتوترش انت كن حاضر في مكانك كلاعب اول مع النادي الاهلي